السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو وإن شاء الله سنشرح درسي الصفحة 20 وصفحة 21 للسنة الثانية متوسط وهي My Pronunciation Tools My Pronunciation Tools وهي أدواتي للPronunciation وهي كيفية النطق في اللغة الإنجليزية إذن نفتح معي الكتاب في هاتين الصفحتين وتابعوا معي راح نقرأهم مع بعض ونشرحوهم وباش تفهموا باللي هات الصفحتين على واش راهم يحكي نبدو على بركة الله بسم الله Pronunciation of S عدنا النطق تحرف S Endings in plural nouns and present simple verbs With the third person singular he, she and it راح نشوفوا النطق انتاو كيكون الاس في آخر الكلمات اللي تكون plural noun اللي هي أسماء الجمع وكيكون في آخر الكلمة كيكون في آخر الفعل كيكون في الماضي أو عفوا في present simple في المضارع البسيط مع هي وشي وإت الفعل دائما في المضارع نزيدولو اس أوكي أوكي إذن هي شي وإت الفعل دائما في المضارع البسيط الفعل نزيدولو اس مع هاد ثلاث ضمائر راح نشوفوا النطق انتاو الاس في آخر هذا الفعل مع هاد الثلاث ضمائر ونشوفوا الاس في الآخر مع مجموعة من اللي هو المجموع كلمة تكون في الجمع أوكي إذن I listen and repeat رايحين تسمعوا وتعاودوا عدنا الاس في الآخر الكلمة ينطق ease ينطق s وينطق z إذن عدنا houses like houses dresses nieces noses أوكي noses houses houses dresses nieces noses washes garages matches cottages z ease z cottages 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 okay ease houses dresses nieces noses washes garages muches and cottages هذو بعض الأمثلة اللي يخلصوا بالأس اللي هما أسماء في الجمع ونطق انتحهم ease نشوفوا الآن بعض الأمثلة اللي يخلصوا بالأس ونطق انتح أس في آخر الكلمة أوكي عدنا lips اللي هما الشفتين ants ants plates plates makes roofs loves baths lips ants plates makes roofs loves baths الأس هنا يخلصوا بالأس والنطق انتحهم أيضا أس عدنا كلمات اللي يخلصوا بالأس والنطق انتح الأس في الآخر بتاع الكلمة هو ز عدنا bath tubes hijabes or hijabes حجابات الحجاب هنا بالجمع زدنا له أس hijabs grounds blocks moves clothes uncles bathrooms cousins rings rings ears stories balconies nephews الأس في الأخير النطقة ز لدينا عفوا bath tubes hijabs grounds blocks moves clothes uncles bathrooms cousins rings ears stories balconies and nephews الآس هنا نطقة ز إذن الآس في آخر الكلمة دائما إما ينطق آس ينطق ز وينطق is على حسب النطق انتعو في الكلمة إذن هذا هنا تعلمنا باللي الآس في الأخير ينطق ز وآس و is بزاف اللي كانوا ينطقهم صح لبل كامل كانوا ينطقه آس آس في آخر الكلمة أما هو فكان ينطق بثلاث طرق مختلفة نكملوا مع بعض إذن نكملوا هنا مع بعض إذن هنا شوفوا هذه القاعدة رايحة نشرح لكم وحدها في الفيديو الخاص بالمراجعة أما الآن فنشوفوا البرونونسياتشن أوف كان آند كانت عدنا كان معنتها أستطيع كي نكون نقدر ندير حاجة نقولوا I can أستطيع وكي ما نقدرش ندير الحاجة نقولوا I can't لا أستطيع النطق نتاحهم I can و I can رح يكون نطق weak for معنتها النطق نتاع وخفيف طريقة طريقة النطق نتاع ضعيفة وعدنا strong form طريقة النطق نتاع رح تكون strong معنتها قوية إذن I listen and repeat رح ينتسمعوا معايا عفوا وتعودوا معايا وتشوفوا طريقة النطق نتاحهم هنا في كل سهم أنا حطيت لكم إلا كان tweak النطق نتاع خفيف وضعيف ولا النطق نتاع strong قوي أوكي النطق نتاح كان و كانت إذن شوفوا معايا وتبعوا معايا في نفس الوقت الأسهم اللي درتها باش تقدروا تفرقوا بين strong و weak وتعارفوا وبعد نشوفوا وقتاش يكون النطق strong ووقتاش يكون weak I listen and repeat نسمع ونعاود عدنا can you use a judo throw on me can you use a judo throw on me هل تستطيع استعمال الجيدو لإسقاط can can شوفوا الكتب انتاحه هنا كيفاش هنا الكتب ما راهيش تبان مليح can can ok can هنا weak can can خفيفة weak form can you use a judo throw on me yes I can yes I can هنا strong form وفليش هدرت لكم السهم رايح strong form yes I can فيها الشدة شوفوا كيفاش نشدوا عليها yes I can إذن can weak form yes I can strong form I can knock you down in two seconds I can knock you down in two seconds I can هنا راهي في جملة راهي موجودة في جملة عادية تكون weak form ok تكون weak form no I can't no I can't can't هنا يا راهي strong form I can't knock you down in two seconds I can't knock you down in two seconds can't 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 negative form can راح تكون strong form لا نقاش فيها ok لا نقاش فيها أما شوفوا هنا can you use judo throw on me راه السؤال كتلقوا can في السؤال راهي هنا weak form نطق خفيف كتلقوا ها في الإجابة yes I can إجابة قصيرة راح تكون strong form ولا كانت الإجابة القصيرة no I can't أيضا راح تكون strong form أما كتلقوها في جملة عادية جملة تبدأ عادي جملة ثم نقطة تعجب أعلم التعجب أو نقطة في الأخير راح تكون weak form أما كتلقوها can اللي هو negative form نفي انتح راح تكون strong form بطبيعة الحل إذن هذه هي نروح الآن للصفحة 21 هذه هي الخلاصة اللي كنتم نقولكم فيها الآن can is pronounced can خفيفة in questions في الأسئلة and in middle and in the middle of statements وفي وسط الجمل can is weak form تكون weak form of can نكتب ها بها الطريقة الطريقة العروضية طريقة التقطيع باش نعرفوها strong واللاوي can is pronounced can at the end of short answer تكون في نهاية الإجابة القصيرة to yes or no questions كيكون السؤال الإجابة نتاعو بyes or no ونعيط لهم short answers ف can راح تكون strong form النطق انتح راح يكون strong قوي can is pronounced can in british english دائما تكون strong it has no weak form ما عندهاش weak form cannot not دائما can can negative form انتح راح تكون strong form ما فيهاش أصلا weak form إذن هذا هو وقتاش تعرفوها strong وقتاش تعرفوها weak هذا التمرين دائما يطيح في الفروض والاختبارات لانتع الفصل الأول لازم تفهموه وتحفظو هذ الطريقة هاي سهلة باش تحفظوها نشوفو الآن number three راح نشوفو the silent letter H وبعد نشوفو the silent letter D هنا معنتها silent letter يكتب ولا ينطق هنا راح نشوفو بعض الأمثلة على silent letter هو H يكتب ولا ينطق عدنا our honest honesty Honesty Honour Honored Honorable Honourably What Which When Where Why White Vehicle هذو الكلمات شفتوا ال-H راهو مكتوب ولكنه لا ينطق كيكون مكتوب ولا ينطق نقولو له silent letter حرف سامت مكتوب وغير منطق نشوفو الآن silent letter D أيضا مكتوب وغير منطق شوفو هنا مكتوبة hand some ولكن أثناء النطق نقولو handsome sandwich Wednesday handkerchief grandma grandpa دي مكتوب ولكن لا ينطق هنا هو هيتقولو silent letter يبدو لكم تمرين مكتوب فيه ال-H يقولو لكم حدولي ال-H ونراه silent letter معناته يكتب ولا ينطق متخافوش ودقولو وش معنتها silent letter هو حرف سامت يكتب ولا ينطق وبالنسبة لحرف D أيضا يكتب ولا ينطق فهو silent letter إذن هذا هو الشرح نطق pronunciation or my pronunciation tools صفحة 20 والصفحة 21 للسنة الثانية متوسط نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح يكون فاتكم واستفدتوا نتلقوا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه بقوا على خير وربي يوفقكم